سلام عليكم مرحبا بمتسبعي قناة الحميدي. اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة غذي نهدر لكم على بعض النصائح للمراجعة خصوصا يعني هاد الفيديو هدا كي يجي في هاد الظرفية المتأزمة ديالكم ما عارفينش نتراجعو ما عارفينش واش الامتحان غيكون ولا ما يكونش ما عارفينش اه واش غتكون سنة بيضاء ولا ما غتكونش واش غيكتفي فقط يعني بالدروس ديال اه الدورة الاولى او لا يعني هاد يعني هاد تخبطت هذي كلها يعني في اطارها كي يجي هاد الفيديو هدا كانت من لعلى انكم تشاهدوا الفيديو من الولة الاخر وكانت من لعلى انكم تبقوا هاد النصائح اللي غدا نعطيكم وان شاء الله لو تبقتوها ان شاء الله غتكونوا اه استعدتوا بما فيه الكفاية للمتحانات ديالكم. اذا اولا لا تنم اه اكثر من سبعة او تمانية ساعات في اليوم. اذا احد حققت لقيتهم لقيتهم تيت بارتاجه بزب فيسبوك واخذت منهم بعد الحويج وحاولت ان نزيد عليهم شي حويج لي اساسية ومهمة. اذا ما تحاولش انك تنعس اكتر من سبعة سوع او لثمانية سوع لان في هذه لان هذه هي المدة التي يحتاجها جسموك وعقلوك كين ليتي تنعس اتناعشر ساعة وكتقول لكم ما كتكفينيش. رايز بعد سوية تبنية سوية كافية الاخوان كافية لكم. تانيا تلخيص دروس لتسهيل عملية الحفظ. الى كنت تحفظ يعني الدرس كما هو كما كتبتيه في القسم فهذه المسألة صعيبة وصعيبة بزاف. اذا ما عليك الا ان تلخصها الدروس باش تسهيل عمل عليك عملية الحفظ. تالتا الحفظ في الاوقات الصباحية من السادسة صباحا الى الحادي عشرة. اه صباحا. لان هنا يبدأ العقل اه بنشاطه. اذا اه كين الناس اللي تتفعيق الحمد لله كتصل الفجر دياله. اذا هنا كتبدأ او من هنا خصك تبدأ الموراجعة ديالك لانك تكون بتحيتي كيكون العقل ديك الساعة يعني اه ناشيط الى ذلك فهذه هو القطع المزيانة الموراجعة. اه رابعا الدروس التي حفظتها في الصباح. اه اه حاول ان تراجع في المساء خصوصا قبل النوم بنصف ساعة. حاول ان تعيد قراءتها. يعني قراءت ما تم حفظه في الصباح. قرأتها مرتين الى ثلاث مرات. لان الدماغ يرتب الافكار ويرسخ لك اخر ما اطلعت عليه قبل النوم. حاول انك تراجع دروس خصوصا يعني دروس لك تكون حفظتها في الصباح. وقبل هاد الشي قبل قبل النوم بنصف ساعة. اكون اكيد على ان ذاك شي اللي رجعتي في الخر رايك تبقى شاد وكيبقى مرسخ في الدين ديالك. خامسا لا تحاول الصهرة في الليل. لان ذلك يؤثر سلبا على العقل ويرهق الجسم. ما تحاولوش تصهروا الاخوان. وده بنتم وملقتوا دل الحجرة ده. فكني يتين عاستر ربعات الصباح الخمسات الصباح. ينتين تتخرب قلو. اه البروغرام اه ديالو. اذا ما تحاولوش انكم تنعسوا اه تصهروا عفوا. اه تصهروا بالليل. اه الحداش الالتناش قاعد ديال الليل حاولو انكم تنعسوا. وكي ما قد لكم نعسوا سبعة سوعة ثمانية سوعة. فهي را كافية. لكن الليل مشي بالنهار. سبعة سوعة ثمانية سوعة مشي ديال ديال النار. انما ديال الليل. اه ساديسا اكثر اه اكثر من شرب الماء حيث يساعدوا الخلايا العصبية. حاولوا تشربوا بزاف حتى احداكم قريعة ونتم تراجعوا وتبدأوا تشربوا كل شوية تحاولوا اه تشربوا. اه سابعا المراجعة بشكل جماعي. اه طبعا في هاد الحالة لا يمكن ذلك في هذي الظروف خاصة يعني لم يمكنش انكم كان الحاجرة من كاش نخرجوه. لكن يمكنك ان تفعل ذلك اه الاعتماد وذلك بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي. اذا والهدف من ذلك هو تبدل المعلومات وتكامل المعارف دائم من هالمسألة اللي تنصح فيها في الفيديويات اللي تندير المراجعة بشكل جماعي. ديروا شي جروب على الواتساب او على الفيسبوك. طبعا يكونوا فيها الناس اللي مهتمين والناس اللي باغين ينجحوا. وحاولوا انكم يعني يتراجعوا فيها. اه لان ذلك مهم ومهم جدا يعني ممكن انك تكون سيتيش حاجة يذكرك الاخر. ويلا كنتي طبعا في تلخيص ديالك اه اكتصرت على الحاجة وما وما ذكرتش مثلا حويش اخرى. فهذا هو الهدف ديال المجموعة. ثامنا عليك ان تتعرف اه من خلال الاصدقاء عليك ان تتعرف من خلال الاصدقاء والاساسية. هل فعلا راجعت النقر الاساسية في الدرس والتأكد من فهمي الدرس فهما جيدا. اه الحمد لله دبا اه كان قنوات اليوتيوب فيها اساسية تشرحوا اه الى سولتهم طبعا يجاوبوكم اه كين ناس يعني المتمدرسين ممكن انهم يتواصلوا مع الاساساسية ديالهم اه يعني كين كين واحد المجموعة ديالحويش اه كينين تلامد اللي يسبقوكم وكين انكم تسولوهم طبعا يمتمكنين ماشي اي تلميد. اذا هذه مسألة مهمة جدا. وفي الاخير اه هذه دعوة الله موفق الجميع اه في دراسته وكن له عونا ومعينة يا رب يا رب اجعل اولها سهلا وميسرا واجعل اخرها فرحا. اللهم بلغ الجميع اعلى الدرجات في الدنيا وفي الاخرة. يا رب كانت منها كانت منها حقيقة ان في الاخير نسمع داع الناس يعني المقبلين الى الامتحانات اه انهم حصلوا على نقاط عالية وعلي جدا. واضرب لكم واحدا الى الحلقة القديمة ان شاء الله